تماماً عند الساعة العاشرة صباحاً كان هناك العديد من الاستهدافات المتزامنة من قبل حزب الله لعدد من المواقع الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أربع بيانات حتى هذه اللحظة أعلن عنها حزب الله وقال إنه استهدف مستعمرة كريا تشمونة بصلة صاروخية وكذلك استهدف تجمعات للجنود الإسرائيلين في مواقع مختلفة من بينها بيت هلل والمرج ومعيان باروخ وقال إنه حقق إصابات مباشرة إذن عدد صواريخ حزب الله في تمام الساعة العاشرة لتضرب عدد من المواقع الإسرائيلية وحزب الله يعمل خلال الأيام الماضية وخصوصاً منذ أن بدأت محاولات التواغل البري من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعدد من بلدات الجنوب اللبناني والحزب يعمل على استهداف محيط المواقع الأسكرية وكذلك بشكل مباشر الجنود المتمركزين في محيط هذه المواقع أو حتى داخل هذه الثقنات على اعتبار أن هؤلاء الجنود الإسرائيليون هم من يشاركون في العمليات البرية وهم في حالة تأهب كامل باعتبار أن الثقنات العسكرية أو المواقع التي تحيط بالأراضي اللبنانية باتت تمثل ثقنات عسكرية وفق ما أعلنها الجيش الإسرائيلي وبالتالي هناك استهدافات مباشرة للجنود الإسرائيليين وهو ما يخلف عدد من القتلى وكذلك المصابين وفق ما يؤكده الحزب أنه قام برصد ذلك في المقابل أيضا هناك العديد من الاستهدافات التي يقوم بها حزب الله للجنود المتوغلين على الأرض بريا ويتحدث الحزب من خلال ضابط ميداني عن أنه حتى هذه اللحظة هناك ما يقرب من 35 قتيلا ما بين ضابط وما بين جندي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من جراء عمليات التوغل التي يحاول الاحتلال المرور من خلالها عبر بلدات الجنوب في قطاعات مختلفة سواء القطاع الشرقي أو القطاع الغربي أو حتى عند مارون الراس ويرون في القطاع الأوسط حيث نوجد الآن إذن هناك تصاعد في وطيرة العمليات وفي وطيرة الاستهدافات من قبل حزب الله باتجاه عدد من المستعمرات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك بعيدا من الشمال